وفاق عامر يعني أدوار كتيرة مراحل حلوة من بنت الجميلة البسيطة لبنت البلد للدكتورة للأستاذة للوزيرة للسعادية للأم يعني بجد نقول إيه خلينا نبدأ من رمضان ورجعين يا هوا رجعين نستقبل وفاق عامر مسائل فل يا وفاق مسائل خير عليك وعلى السيدات المشاهدين وحشتي التلفزيون التلفزيون وحشنا وحيفضل في قلوبنا وصح الفضل علينا وعشان كده أنا جيت عملت ايه هنا في استوديو عشر عملت هنا كنت بقى في طابور عشان المخرجين يختاروني هنا في استوديو عشر او عندي حنين غير طبيعي للتلفزيون تلفزيون ده حيفضل المادة اللي بتدخل كل بيت بسيط اللي بتدخل القلب كل حد بيدور على حقيقة التلفزيون المصري لحد دلوقتي القناة الاولى القناة التانية عندي الفضائية المصرية التلفزيون المصري وانا عايزة اكدلكو انه حقيقي لما اتكلمنا انا ووفاق بقالنا فاترة بس عشان اعمال رمضان قالتلي والله انا جاية جاية بس اخلص كل اللي عندي ومقدرش تأخر عن تلفزيون المصري فرحانة ان انت بتعملي البرنامج ده وفرحانة ان في نجوم زيك وزي غيرك موجودين معاك في نفس القناة محافظين على قوام القناة الاولى اكيد يعني القناة الاولى هي احنا واحنا صغيرين كان بسرعة افتحوا القناة الاولى المسلسل بتاع تمانية بسرعة القناة الاولى عشان نشر التسعة بسرعة القناة الاولى ايو ما انت قاعدة في نشر التسعة هي انت قاعدة فعلا في القناة الاولى كلها مسبيرو جمال مسبيرو انا تمان يعني كده وانا طبعا تاريخك شايفا وعايشين معاك احنا يعني نفس المرحلة اصلا لكن نسيت ان كنت في الفوزير يعني عملتي في الفوزير حاجت كتير انا جيت عندي 17 سنة عملت مشهد في الفوزير كنت مع نيلي اه وفي الستورجيو اللي انا دخلت ليه فيه قوضة ده ايوه انا كنت بنام على الكورسي عشان مستنى يدخل اعمل شوت اه وشقاوة وغنى وضحك ورأس